يمكن أنا كمان في حاجات كتيرة لناس ما تعرفهاش الأستاذ محمد ما خصامش يجنيه وقت كورونا من عامل يعني كان معظم العمال والناس اللي هم الموظفين المرتبات المرتبات كانت بتاخد وكان فيه خصم نص الشغل وكلامنا لا ده كمان كان فيه بعض الناس واخدى ثلف وانا عرفت بالصدفة من الناس ان هم لما حاب يردوا الثلف الأستاذ محمد قال لهم لا ما تردوا بس انا هقول لك الحاجة حصلت عشان ادي كل حد حق وانا ولا بنافق حد ولا يعني اقول لك حاجة شفتها وانا موجود وانا رحت لاجت في الاتحاد سنة بعد النادي الأهلي السراحة قلت مدينتي وبلدي وقسريتي روحها بقى من الضغوط اللي كنت فيها روح السنة دي هو كان عنده السراح لنبقى موجود اكتشفت حاجة انا كنت انفكر الكلام ده هو بيرجع ياخده من نادي تاني ودي كان الغريب جدا بالنسبة لي طبعا فيه ناس كتير بتعمل كده يعمل حافز وعمل فرقة كويسة جدا وتروح نتا يوسف يصرف المكافئات فلوسك تاخدها منه وبعد كده مالكش دعوه بحاجة تالي وبعد كده ايه قالك مظهر نادي الاتحاد كلمني قالني يروح بسرعة كم مسافرة انا معلش مش موجودة نستأذنك عشان الناس عاوزينك فاروح توكيل شركة معينة بالزبط تلاقي لبس شيك جدا كل حاجة ومعاهم المقاسات تديهم المقاسات يدوك ومتحسب عليها كل حاجة من رئيس النادي لوحده يعني ده خزنت الاتحاد يا مالاش علاقة ده حبا في نادي الاتحاد معها بعض المكافئات للفرقة كل الفرقة على فكرة مش اللي لعمل لما نعبوه ده بيعزله دي حاجة محترمة جدا تخلي النفوس كلها صافية يروح جاي صارف للناس كلها يتصل بي على الجيمة هتلاقي أمور كلها مع عادل إدارة انا سذكر فاللاعيب كتش تساد ده اي ده يعني انا بسرحة مبالغ مبالغ بزيادة دي حقيقة هو محب فعلا النادي جدا وانا يمكن انا قريب منه قوي حاجات اللي انت بتقولها موضوع كمان المكافتة دي ممكن هو عشي اللاعب لا هو يطلع العشرة والنادي مثلا عيطلع العشين هو اللي طلع كله زيادة ده من خلاله الملابس دي كلها كانت معظمها بتبع على حسابه على فكرة دي حقيقة حسابه الشخصي ومعتقدش نواب خطب النادي فزي ما انت بتقولي يعني انت مهم جدا انك تدي للراجل حقه لان الراجل بيتعب وراجل بيحب نادر الاتحاد والنادي الاتحاد نادى كبير او قيمة كبيرة فاي حد يوقف جنبه طبيعا انه هو يقود حقه هروح الاهلي زمالك اسماعيلي بيرامدز مصري معاك بس استأذنك ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل حوارنا مع نجمينا اللي مشرفنا النهاردة الكابتن يوسف حد برحب بحضراتكم من جديد ونوصل لحوارنا مع نجمينا اللي مشرفنا النهاردة الكابتن يوسف حمدي يوسف عايزة كلمك